سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ألقى كلمة بالأمسة في حفلة تخريج دفعات جديدة من الأكاديميات والكليات العسكرية أكد فيها على أن سعي مصر للسلام واعتبار وخيارها الاستراتيجي يحتم عليها أن لا تترك الأشقاء في فلسطين وأن تحافظ على مقدرات الشعب الفلسطيني وتأمين حصوله على حقوقه الشرعية خلينا نتابع جزء من كلمة سيادة الرئيس بسم الله الرحمن الرحيم شعب مصر العظيم أبنائي وبناتي من خريجي الكليات العسكرية رجال جيش مصر الأبطال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تبلغ سعادتي مداها ونحن نحتفل اليوم معا بتخريج جيل جديد من أبناء مصر الذين تعلموا في مدرسة العسكرية المصرية تعلموا مبادئ الوطنية والبطولة وقيم الكرامة والعزة وعادوا الله واهبين أنفسهم للوطن محافزين على أرضه ومقدرات شعبه اختاروا اختاروا المصرية المصرية لتنضموا إلى خير أجناد الأرض كما يطيب لي 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 تاريخ وقواعد الجغرافية قد ساغوا ميثاق الشرف العربي في وجدان الضمير المصري ما جعل مصر دائماً وأبداً في صدارة الدفاع عن الأمة العربية مقدمة الدماء والتضحيات بازلةً كل ما تملك من أجل الحق العربي المشروع حين كانت الحرب فكنا مقاتلين وكان السلام فكنا له مبادرين لم نخزل أمتنا العربية ولن نخزلها أبداً واليوم ونحن في قلب تطورات شديدة الخطورة وسعي دؤوب من أطراف متعددة للحيد بالقضية الفلسطينية عن مصارها الساعي لإقرار السلام القائم على العدل وعلى مبادئ أسلو والمبادرة العربية للسلام ومقررات الشرعية الدولية إلى تصعيدٍ ينحرف عن هذا المصار وإلى صراعات صفرية لا منتصر فيها ولا مهزوم صراعات تخل بمبادئ القانون الدولي والإنساني وتخالف مبادئ الأديان والأخلاق وإدراكاً مني ويقيناً بأن كل صراع لا يقول إلى السلام هو عبثٌ لا يعوّل عليه فإنني أدعو كافة الأطراف إلى إعلاء لغة العقل والحكمة والالتزام بأقصى درجات ضبط النفس وإخراج المدنيين والأطفال والنساء من دائرة الانتقام الغاشم والعودة فوراً للمصار التفاودي تجنُّباً لحرائق تجنُّباً لحرائق ستشتعل فلن تترك قاسياً أو دانياً إلا وأحرقته مع استعداد مصر أن تُسخر كل قدراتها وجهودها للوساطة وبالتنسيق مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة دون قيد أو شرط وأكد بشكلٍ واضح أن سعي مصر للسلام واعتباره خيارها الاستراتيجي يحتم عليها أن لا تترك الأشقاء في فلسطين الغالية وأن نحافظ وأكد بشكلٍ واضح أن سعي مصر للسلام واعتباره خيارها الاستراتيجي يحتم عليها أن لا تترك الأشقاء في فلسطين الغالية وأن نحافظ على مقدرات الشعب الفلسطيني الشقيق وتأمين حصوله على حقوقه الشرية فهذا هو موقفنا الثابت والراسخ وليس بقرار نتخزه بل هو عقيدةٌ كامنة في نفوسنا وضمائرنا آملينا من تعلوا أصوات السلام لتكف صرقات الأطفال وبكاء الأرامل ونحيب الأمهات ولن يتأتى ذلك إلا بتوفير أقصى حماية للمدنيين من الجانبين فوراً والعمل على منع تظاهر الأحوال الإنسانية وتجنب سياسات العقاب الجماعي والحصار والتجويع والتهجير وأكد ضرورة عدم تحمل الأبرياء تبعات الصراع العسكري وهو ما يستوجب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني بشكلٍ عاجل ويجب على المجتمع الدولي اليوم أن يتحمل مسؤولياته في هذا الصدد فمن أجل السلام فليعمل العاملون السيدات والسادة الحضور الكريم إن مصر بجيشها وشعبها يصيغون على مدار عقد كامل سيغة للمستقبل منذ أن انحاز الجيش لإرادة المصريين وواجهوا معاً قوى الشر والظلام التي أرادت أن تطفئ نور الوطن وكانت إرادة الله أن يظل نور مصر باقياً ليفيد على العالم بالسلام والمحبة وجهنا الإرهاب والترويع استعدنا بناء المؤسسات وجهنا التحديات بالتنمية والبناء وسنظل نواجه كل التحديات بإصرار وعزيمة وباستفافنا الوطني عاقدنا العزم أن تظل مصرنا العزيزة في صدارة الأمم وأن ينعم شعبها بحياة كريمة تليق بها وبجيش مصر وشعبها وبالله من قبل ومن بعد ستحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا